حول هذه الإغلاقات أستاذ إهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية سابقا ينضم إلينا أهلا بك معنا أستاذ إهاب وشكرا على وجودك أداء جيد اليوم 16.440 اخترقنا بامتياز يبدو بأنه ما زال يعني ثقة المستثمرين بالإجراءات التي تم اتخاذها وسعر صرف المرن عم يجذب يمكن مستثمرين أيضا جدد إلى السوق حتى عم نوصل لهذه المستويات اليوم السعرية للمؤشر بسم الله الرحمن الرحيم يعني يمكن مؤشر يجي اكس 30 يعني نقدر نقوله أنه هو بيواصل الأداء الإيجابي وبيكسر قمته السابقة وبيحقق 16.400 نقطة ويمكن احنا زي ما قلنا برضو الأسبوع قبل الماضي أن احنا المؤشر بيستهدف مستوى 18.000 نقطة اللي هي القمة الرئيسية اللي حققها من سنتين تقريبا أو يمكن من ثلاث سنين كمان وبالتالي ما فيش أي مقاومات إلا هذا المستوى يعني ما فيش أي مقاومات في اتجاه المؤشر إلا المستويات قصيرة للأجل اللي احنا بنجيب قمة زي 1600 كده ونرجع نهدي منها شوية ونطلع نكسارها الفوق لكن كمقاومة على أداء المؤشر ككل يا مستوى 18.000 نقطة وهو بيستهدف فعلا هذا المستوى في الأجل القصير يعني فأنا أتصور أنه في خلال شهر بالكتير هنكون عنده هذا المستوى وساعتها نقدر نقول إذا كنا هنتجاوز ولا لا وطبعا كان الأداء بدعم من التجاري والمجموعة المالية هرمس أداءهم كان أكثر من إيجابي الحقيقة النهاردة التجاري كمان بيجيب 48.60 وبيتجاوز 48 جنيه وبالتالي دي كلها مؤشرات على أن المؤشر رايح بالفعل للـ 18.000 نقطة بل وقد يتجاوزها كمان ويحقق مستويات جديدة لم يشهدها من قبل طبعا ده كله راجع زي ما حيك قلتي بدعم من مش هقول التعويم ولكن السعر المرن أو المرونة الزيادة اللي حصلت فيه السعر الصرف مع الوصول لـ 24 جنيه ثم التحرك تباعا حد ما وصل لـ 32 جنيه ووصل كمان لـ 32 جنيه وتراجع السعر أمام سعر الدولار فبالتالي المرونة دي قدت نوع من الحرية شوية دخلت بالفعل بعض الأجانب مرة تانية في السوق وإن كان كل التركيز كان منصب على أدوات الدين لسه ما فيش برضو الدخول في السوق كمشتري للأسهم لأنه حتى الآن يعني إحنا خلاص بنخلص شهر يناير أهو وما سمعناش أي حاجة عن الطرحات المزمعة طرحها من 7 سنين يعني واللي كان فيه تأكيدات أكتر من مرة على أنها هتبقى خلال الربع الأخير من العام الماضي طب خلاص هتبقى الربع الأول من العام الحالي وحتى الآن لسه ما فيش أي جديد في هذا الأمر وأنا أتصور أن الأجانب عشان ترجع تشتري في الأسهم تاني ده لازم هيبقى بحاجة يعني بطرح كبير زي بنك القاهرة مثلا أن أنا بطرحه وكنت أنا طلبت قبل كده أن يبقى بداية الطرحات تبقى مع شركات للقوات المسلحة ولكن ماشي يمكن يكون فيه إجراءات بتمنع ده أو يعني مسألة تخلي الأمر يحتاج إلى إجراءات إضافية لكن على الأقل يبقى مثلا فيه حاجة زي بنك القاهرة لأن أنا خلاص أنا فهمت دلوقتي أني مش هقدر أعتمد بشكل رئيسي على أدوات الدين كما السابق فبالتالي أنا محتاج أن المستثمر ده يرجع واستغل النشوة الكبيرة والأداء الجيد والناس الجديدة اللي دخلت في البورصة وحجم السيولة المرتفع في ظل بضاعة قليلة وأن أنا أطرح دلوقتي أنا الحقيقة مش عارف مفيش ليه أي جديد في هذا الملف ومفيش حاجة أو خطوات تنفيذية تاخدت أعايز بس قبل ما أقفل أخش على مؤشر الـ EGX70 الـ EGX70 نحن يمكن قلنا برضو على مدار الأسبوعين 3 اللي فاته أنه هو متوقع أنه يؤدي بشكل جيد خلال الفترة اللي جاية مؤشر الـ EGX70 فيه بدرست العلاقة ما بينه وما بين الـ EGX30 هنلاقي طبعا الـ EGX30 أوت بريفورمينج أو ده أعلى بكتير لكن من الواضح أنه على مدار الأسبوعين 3 اللي فاته بدأت العلاقة دي يحصل فيها نوع من التباطئ ده بيشير إلى أن ممكن مع وصول المؤشر EGX30 إلى 18 ألف نقطة أن الـ EGX70 يبدأ هو كمان يتحرك بشكل قوي حتى وإن يعني خلاص بيقرب من قيمته عند الـ 3075 لكن نموذج الفني اللي هم كونه بيقول أنه يتجاوز الـ 3075 ويصل ممكن للـ 3200 وـ 3250 وقد يتفوق زي ما قلت في البداية على مؤشر EGX30 خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله إنهاء الشهادات ذات العائد المرتفع أستاذ إهاب اسمعنا يمكن من رئيس البنك مصر محمد الأتربي وأيضا البنك الأهلي نهاية الشهر ستكون إنهاء هذه الشهادات هل برأيك ممكن نشوف عملية تمديد استفادة من الدولار يمكن اللي استفادت منه البنوك بجذبها من خلال هذه الشهادات أم سنرى عودة يمكن الشهادات ذات العائد الأقل ضمن تحركات هذه البنوك من جديد كمتخصص في أسوأ المال طبعا أنا بتمنى أنها تلغى نعم لكن بالمنطق وبالحكمة يعني ما أعتقدش أنه سيبقى قرار حكيم إنه هو يلغيها في الوقت ده أصلها هي مش هتقعد أسبوعين أو عشر تيام هي مش هنحصر الأزمة بتاعة العملة في مصر في أسبوعين يعني لا أنت فيه أزمة وأحد الأسباب الرئيسية اللي خلت الحدة تقل على الضغط أو الطلب على الدولار هو وجود هذه الشهادات فقد يكون التصريحات دي الغرض منها مثلا محاولة الضغط على أن الناس بقدر الإمكان تروح تغير الدولار وتخش تستفيد بهذه الشهادات قبل ما تنتهي لكن مش من الحكمة إطلاقا أن أنا هيافلها بعد أسبوعين أو بعد ثلاث أسابيع أو حتى بعد شهر لا لأن مخاطرة غلقها والاعتماد فقط على شهادات 16% اللي هي بتقعد ثلاث سنين أو حتى 17% اللي في نهاية المدة ده كلام قد يكون بيحمل مخاطر كبيرة جدا لأنه حتى الآن لسه لم تحل بشكل كامل البضايع اللي في المينة صحيح خرجت لكن مش كتير مش كلها لسه فيه بضايع تانية ما خرجتش الأزمة ما زالت موجودة فإحنا في طور الأزمة حتى الآن ما خرجناش منها فأتصور أن إلغاء الشهادات في الوقت الحالي سواء بقى في شهر يناير في نهاية يناير في أول فبراير مسألة فيها مخاطرة كبيرة جدا وأتمنى أنها تكون محسوبة إلا لا وزي ما قلت حاجة في البداية أن يكون الأمر بهدف منه هو بس يعني عملية منورة لضغط الناس على أنها تبتدي تروح تستغل هذه الشهادة قبل ما تنتهي العمل بها أو ما ينتهي إغلاقها وكمان مسألة كسر الشهادات السابقة اللي كانت بتخسر البنوك ما بقتش موجودة على اعتبار أنه دلوقتي بقى بيخصم 80% من الأرباح المحققة وده قرار كان طلع مع صدور هذه الشهادات فبقت عملية الكسر الشهادة السابقة ودخول في شهادة 22 مش هتحصل أو مش موجودة فالاعتماد كله على السيولة اللي موجودة في الوقت الحالي خارج السوق وهو بيحاول يلم أكبر قدر منها لكن في نفس الوقت في سيولة مازالت موجودة مع الناس هذه السيولة لو ما لقتش بضاعة في البورصة أو ما لقتش أداء تدخل تشتري فيه في البورصة أو ما لقتش هذه الشهادات للأسف هتتوجه مرة تانية لعملية الدولار مصر الجديدة يبدو أن موضوع سعر الصرف والتراجعات على الجنيه أيضا أدت إلى إلغاء المزايدة على أرض هليو بارك أستاذ إيهاب الساهم اليوم واجه مزيد من الضغوطات لكن إلى أي مدى هذا السيناريو نعرف أن مصر الجديدة لديها مخزون كبير من الأراضي لكن الشركات أيضا المماثلة لديها أراضي إلى أي مدى ممكن توقف نوعية هذه المزايدات بسبب سعر الصرف أيضا هي المزايدة أصلا لم تكن ناجحها فكرة هليو بارك دي بقالها مثلا نحن نتكلم فيها من حوالي 3 أو 4 سنين وكانت تبناها رئيس شركة القبضة السابق ومعالي وزير قطاع الأعمال السابق برضو على أساس أن هي تبقى نوع من إعادة هيكلة مصر الجديدة لإسكان والتعمير وبالتالي استغلال الحجم الرهيب اللي عندها من الأراضي في مدينة اليبلس وما حولها فالحقيقة كانت الأمر ماشي كويس جدا لكن حصل تغيير في بعض الاشتراطات في وقتها وكان في بعض الاعتراضات من جانب المتقدمين للمزايدة لو تذكري حضرتك وبعد كده تموا وقفها لكن الوقفة هذه المرة أتصور أنه هو أمر منطقي لأننا النهاردة بكلم في دولار كانت تقيم بـ 15 أو 16 أو حتى بـ 20 جنيه النهاردة بـ 30 جنيه فالتسعير اختلف في كل شيء الشركات حتى اللي بتعرض وحدات للبيع في بعضها توقف عن الإعلانات علشان أنه يعمل إعادة تسعير لأنه هو النهاردة احنا بنكلف أسعار حديد بـ 30 و 31 ألف جنيه فأرقام مختلفة تماما فالنهاردة عشان نعمل مزايدة بنفس الأرقام اللي كانت محطوطة لا طبعا هتبقى مشكلة كبيرة لكن في جميع الأحوال الأمر يعني محتاج إعادة نظر بشكل كامل في عملية المزايدة دي وعملية الدخول في شراكة مع أي شركة من القطاع الخاص خاصة في الظروف الصعبة اللي احنا بنمر بها علشان كده أنا مش شايف أن فيه يعني الجميع كان متوقع أن المزايدة دي لازم هتوقف طبعا يعني أمر منطقي أن احنا في الظروف الحالية سواء حتى بتغيير سعر الصرف أو في الظروف اللي بيواجهها القطاع العقاري مع الركود الحد اللي بيشهده أنها لازم هتوقف ومش هيبقى فيه إقبال عليها فيعني نتمنى أن الفترة اللي جاية يكون إلى حد ما القطاع ده بيشهد نوع من التحرك شوية لأنه هو يعني أكتر من 20% تقريبا من النتج القومي في مصر نشكرك سيد إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة البورسة المصرية سابقا كنت معنا من القاهرة شكرا لك ترجمة نانسي قنقر